السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله اذا نشترك معكم وجبة غدا متكاملة مع الخبز البلدي بالخميرة البلدية اللي كيجي لديد لديد بزاف ومن اقترش نستغنى عليه وتفضلوا معي باش تشوفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركتي الله هنا في العجانة ولا تعجنو بيديكم على حسب يعني الظروف ديالكم انا كدروني ديا هاد الايام دكشياليش غنستعمل يعني العجانة حتى كننولي ان شاء الله بخير اه هنا استعملت هاد دقيق ديال فاغين ديبوتخ ولكن ممكن تستعملوا عن الدقيق ديال الزراع عادي انا مرة مرة كنبقى نبدل مرة كنستعمل شوفان مرة كنستعمل الشعير مرة دايما كنخلل جوج ديال ديال انواع ديال الدقيق ودائما كيكون شي دقيق كامل ومعاه اه معاه يعني نوع اخر ديال الدقيق هنا خديت الخميرة البلدية كناخدها كاملة يعني الكمية اللي كنكون خليت كاملة اللي انا كنجددها كل نهار سافي من بعد ما وضعت الكيمية كاملة ديال الخميرة البلدية سافي دبا غدا نعجنها وكنعجنها بالماء كنخليها مرخوفة وعادة باش غدا ناخد دبا الكيمية الاخراء ديال الخميرة اللي غدا نخليها اه اليوم الثاني الى جبل الله ما عجنت يعني اه اليوم الثاني كنحاول دائما انني نجددها يعني كنضيف لها باش ما كتحماض شو ما كيوليش لما دقيق ديالها خيب كنبقى نزيد عليها شوية ديال الدقيق الدقيق الكامل شمارة كنزيد لاغي النخلة كنزيد لاغي النخلة كنزيد لاغي النخلة وكنحركها اصلا انا حضرتها نهر الول غيب بالدقيق كيف ما كتشوفو معايها هو غنخلي هاد القياس يعني نهر الول خدمتها خدمتها غيب الدقيق الكامل يعني دقيق ديال الزرع مع شوية ديال النخلة وشوية ديال الشعير ومع القاة ديال العسل باش كتتتسرع لنا المفعول ديالها هنا غدا نزيد شوية من هاد دقيق ديال الزرع اللي مغرب له منه النخلة هدا بدون مبيضات هدا الدقيق هدا يعني تيب 65 بيو انا كنوري كنوري الباكي دباغي لقبل اخوات اللي كانوا سولوني على الانواع ديال الدقيق اللي كنستعمل اه اه باش غن نسم اليوم هاد الخبز غن نسمو بشو هاد ديال حب برشاد شوية ديال النافع وزرعة الكتان يعني كل مرة كان بدل باش ميطلعش ليهم في الراس يعني كان قا دائما بدل مرة زرعة القرعاء مرة كان ديرو هاكداك يعني بلحت حاجة على حسب يعنا غدا النص ديالو غدا نستعمله ان شاء الله غن نخدم به البطبوطة هنا خديت تقريبا معلقة ديال زيت الزيتون ومعلقة ديال العسل وزيت الزيتون ممكن الاستغناء عنه يعني ممكن ما نستعمله مش عنهم صافي هناك نعود نعجنها كيف ما كتشوفوا معي حتى ما كتبقاش تلتاصق بهذا كلوبول هناك المعلقة ديال الملح الملح دايما كنخليه والاخر صافي دباها هي صبحات وجدة من بعد ما دوزت ليلة كاملة انا كنخليها ولكن ماشي ضروري يعني شي مرات كننخليها ثلاثة تسوايا حتى الاربعة انا هاد المرة كيعجبني مرة مرة نخليها ليلة كاملة باش كيجيني ذاك الخبز يعني خامر مزيان وكتجي في ذاك الفوقعات الداخل ما كيوقع على والو ما كتغيرش لها لا ريحة لا تجي حاجة اه يعني اه كتجي كيجي مزيان شوفوا كيفاش يعني خمر هنا كنزول منه اه الهواء هنا غدا نحطر منه النص غدا نطيبه في الفر والنص في الاخر غدا نحطر منه بطبوتات عادو انا غنديرو مرقاقين قمس يوسف الممسك ليستعير من البخير جبرة ليخيط بها قمس يوسف وما يعقوه الانبياء والرسل طماله من يقيد الرجل يعقوه الى البخير جبرة قال البخير ماليو ماليوسف بريجنان بسم الله على بركة الله هنا بعد ما تحروا لي البصيلات مع شوية ديل زيت الزيتون هنا تالاخر اللحظة يعني حتى كيوصل لوقيته اللي كنم نقدمها الطاجين عاد كنحضره ما كي ااخدش بزاف ديل وقت وممكن حضروه حتى في مقلات ميقلاتي اللي أبغينا هنا عندنا ثلاثة ديل حباتة ديل القرعة مع شوية ديل الملح هنخليهم هنا هنغطي عليهم وغدا نخليهم حتى يدباله كيف ما كتشوفوا معايا يعني هاد الوجبة هاده سريع جدا ممكن تاخدش بزاف ديل الوقت ممكن نخدموها يعني ممكن نطيبوها على شكل قغاطة يعني ندروها في واحد المول ونطيبوها في الفورن قدروا نزيدوا الجبني لك يعجبكم الجبن احنا اخدي تستا ديل الحبات ديل البيض سنضيف لهم سلصة ديل الطماطم اللي ممكن تعودوها بحبة الطماطم احنا عندي شوية ديل القصبر الناشف والكركم معلقة وانا غدا نضيف الفلفل الحار السودانية اللي ممكن تعودوها بالفلفل الاسود اللي أبغيتو يعني هاد الوصفة هاده بسيطة جدا وكتنفعم لي كنكونو زربانين ولا ما عندناش الوقت احنا غدا نضيف شوية ديل زعتر زعتر ديل المغريب ريحتو مجهده ريحتو زوينه بزاف وغدا نضيف شوية ديل المعدنوس اللي لما كيعجبكمش معدنوس ممكن تعودوه بالقصبر اللي أبغيتو ولا ضيفوهم جوج يبقى على حسب الضوء ديالكم هنا غنضيف هاد الخيار المخلل اللي هو كورنيشون على حسب الضوء ديالكم اللي كيعجبكم يعني ممكن استغناء عنه ممكن نضيفو لها يعني بزاف ديل الحاجات هادي اي حاجة كتعجبكم ممكن ضيفو جلبانة جمارات كنضيف حتى جلبانة هنا غضفت الملح وغدا نضيف الشوفان هاد 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 الوصفة هادي الشوفان داب الدور ديالو لانه صحي عارفين المنافع ديالو زيادة على ذلك غدا يشرب ليه سوائل اللي غدا تكون لان القرعة كتلق الماء وصلصة دي الطماطم اللي درتعتها هي كتلق الماء يعني لستعملتوه دائما ديرو شي حاجة اللي كتلق الماء يعني اما ما طيشا مقطعه ولا القرعة يعني محكوكا باش كي شرب لنا السوائل وما كتجيناش لوملات ناشفة وهاد الوصفة هادي كتجي يعني غيب وحد هاي لك لها الواحد يعني لكن الواحد زربان ومرا مرا بغي يكلها عريم مع انسالة درا صافيرة كتبقى وجبة يعني كاملة صافي كتبقى خمسة دقيقة كتوجد هنا غضلنا نحطر هاد بطاطا وخيزو ضفت ليهم انا شوية ديال الزعتار شوية ديال تحميره شوية ديال الحار والملح اه مويمة انا حطرتها هادي بطوق ديال وليدتي لان هاد نهار غدي جو تغده اه وغدا نضيف حتى زيت السيتون ممكن انا كن ضيفوه خضر اخرى يعني ممكن ضيفوه اي حاجة اه كالطيب يعني حتى اله البروكولي حتى اي حاجة يعني اي خضر اه مجانيش ده بفا تماغي يعني الاسماء ديال الخضر ما اي خضره كتعجبكم هنا غدا ندوز نطيب هات البطبوط اللي غدا نوجده اه يعني غدا نحطوه اللي بغاه القوتي ولا الغضاء سافي وده بغدا نبدأ نحط غدا نحط هادوك السلطات اللي كنت وجدت اه ديك المران انا اخليليكم ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو اه هاد دنجال بالسلطة ديال اه الفلفلة حمرا كيجي كيجي لديد بزاف وكيف ما كتشوفوا معي انا كنخليه مفاد القريعة يعني لحت طرس كيبقاوه ثلث ايام اربع ايام يعني حتى مويم عمرهم ما صبروه بقاو ليه وسبوع لانه كيياكلوهم انهم كيجيو دادين بزاف اه ولا اخديتوا واحد الكميه يعني الكميه اللي كتبقى ليكم في القنينة اضيفوا لها زيت الزيتون باش ما تفسدش ليكم السلطة نغدا نحط السلطة ديال القرعة الليولا كانت ديال دنجال وهادي ديال القرعة وهنا طفيها هو الخبز اه اوجد كيجي حتى هو ديد بزاف انتم ما كيفاش كيجي يعني هذا اللي كيخمر بزاف اللي كيبات ليلة كاملة يجو في هكدا الفقاعات الداخل يعني الخبز كيجي على حسب يعني شحال ما خمرنا هاد الخبز ديال البلدي شحال ما خمرنا شحال ما كيجي زوين يعني حتى شي مرات اه اه كنعجن كنخمر المرة اللولا وكنعود نهبط العجينة وكنعود نخمرها مرة تانية وعد كنقرس يعني على حسب الوقت اللي كيكون عندي وممكن حتى هاد العجينة هادي يعني ممكن شمارات كنعجنة نخلاغي ثلاثة ساعتين وكنقرسها على حسب الوقت اللي كيكون عندي وهنا البطبوت كيفما كتشوفوا هاد المرة اختاريت طيبه رقيق لنا وكيجي مزيان في الساندويتش اه ولادي كيديرو ما شاء الله ده با رياضة بزاف كيحتاجو بحل هاد 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 لكانو زربانين يعني كي يلقاوا هاد هاد الخبز هاد الناو هاد ديال الخبز كييعجبهم وطويجين ديالي كيجي اه شكل ديالو هكذا يعني اوملات طاجين كجيل ديدة بزاف ونسيت ما اقولش لكم أنا الطاجين ديالي ما كيلسقش لكن طاجين ديالكم كيلسق خاسكم يعني تديرو التحت اما طريفات يعني يعوي داس ديال ديال القصبور ولا المعدنوس باش ما يلسقش ليكم ولطيفو كيمية يعني شوية زيدة ديال زيتون انا ما كيلسقش هاد الحمدلله لان او قديم بزاف تاتولي احماتي اللي يخلي عليها زال الله وخيرا ملع تاتولي انا عندي طواجن اخرين ولكن هذا المضاق ديالو كيجي بنين بزاف صافي والسلطة ديال خيزو وبتاطا ودنجال اللي جلديد بزاف وهنا زيتون ديال عملي فتس زيتون مسلالة مشارمل شارملتو سمننا ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم وإلى حلقة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة